ايوه التاريخ انتي موفيه اشترك السلام عليكم ان شاء الله هراءكم كامل كامل بلاحظة ان شاء الله تلقيكم الفيديو تا اليوم كامل وبخير وبصحة جيدة اعزو الفلاوون مرحبا يسون اعلا شاني ومارحبا سويد دعنا نزيد دين مارحبا سويد لاني يدي في الزوالة او ان دي نعطاكم صحة سيطة ومثالي اخسيط ومثالي اخسيط وانطفو سيختن المرثة الفيديو بس اكي ان شاء الله تولي مستيدي لا رو تينيو اشتركوا منكم في قدماء ان شاء الله يربيكم تداجر ما تجربكم انت جميل 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 كومنتار كما قلت لكم حبيبتي بالنسبة الفيديو تعليم احشوفوا معي روتين معاهم ما احشوفوا كامل وش طيب هنا من الصباحة حتى يعني دانا وصفت بزاف اقعدوا معنا في هذا الوصفة هذا الفيديو ما تنسونيش الدول اللي جميل جميل كومنتار اللي راح ايش جاني هذا الصباحة يعني يعدي نظنة وديرا كتنمو رحنا لقامة صيبة لنجيبوا الدواء كما راكو شوفوا دواء اللي اخت ياسميل فاجز ديا راه معمر بالدواوي ايشو كحوك ياسميل اصدروا دواوي كي 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 بونت سوالة استحنا غض ايشو كحوك وش نكرها لايف كنشي هكا دواوي لياسميل شي هكا دواوي راكو شوفوا يعني في الصاشيات ربي يشفي كامل المرضى وش نكرها فيها شلط جيبي هاد الكميات دواوي بعد احتشوب يومي ولا ثلاثة يام وبعد احتحبسهم كامل وش نكرها لديها باش نكر نكرها تانيك كينشي كينشي وحكا دواوي مطشب اني انا اي دوا تل مطشبغة اخيرا دواوي شوك تمشتاق ويدفون دواة سليشة وش الله هي تطفى دواة سيدي ايه قمتة كذي تسجمي تجمسي جمعك وكمنتر ايدي سنتعجين اما لخياتي كما قلت بكم اقعدوا معنا مع هذا الفيديو ما تنشو بيش باك بالجمع سلام عليكم ان شاء الله راكم كامل الملاح وان شاء الله تلقيكم في الفيديو تاليوم كامل بخير بصرحة جيدة ازول فلاوان مرحبا يسونا شانيا ومارحبا سويد دانيان تجيذن مرحبا سويد لان يدي تزوارا وان تنعطاكم صحة 6 ونسا لغ 6 ونسا لغ 6 ونسا الفيديو بسيق ان شاء الله هاتو جميه ديالارو تنيو وشوخ دو موقع قديمة ان شاء الله يعبقون داجف وان شاء الله يمكنكم ان اراه نشو حين معنا لدي افتاد المولا جيني سا فيه صدوة انتوك شيطوح سا فانتوك شيطوح هانتو انسيرو انتنا ارداخر بوامان ارداخر تسيت كسوالي صدوحية اللي رجال وكشيطوح ازيس احانتو هデايزا الأعمال هنا يا حبيباتيكما قدلكم الحاجة الاولى اللي هرح نبدأ فيها راح نشد هدوك الملتعى الزيرية شمحولي على الصوت تعالى اخطراني مريبة راح نشد هدوك الملتعى الزيرية و راح نديرهم داخل هذيك القدراء و دارت فيهم ما سخون و راح نزيد ثاني شوية مئزيس شوية ملوجافل و راح نديرهم راح نديرهم يعني باش يغلو هكيك في هذيك الماء باش هذيك الصديد اللي عندهم و تانيك هذيك الزيت بزف راح يتنحو و بعد هنا من جهة واحد اخرى كما راكوا تشوفون عندنا هنا لبلاد ولا السباني كل واحد كيفاش يعطلو السلق كما راكوا تشوفون يعني الحشيش هذك نحيناه من جهة و هذك يعني هذك العقود نحيناه من جهة واحد اخرى هانيا وش راح نسحق راح نسحق هذي الاوراق و هما راح ديرنا الجواز بهذاك العنقود تاع السبانيك كما راكوا تشوفون ايا و من بعد كما قلت لكم هنايا بنسبة الوصفة التعالية راح نديرهم اليوم راح نسحق الاوراق تاع السلق هانيا الحاج الولا راح انشللهم بيان 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 سور راح يعني راح ننقيهم و تانيك راح ننقيهم بيان هكا كي على خطر دفوع يجي في حشرات سوفي لازم ننقيه بيان و نشوفو اه دركة راح نديروا باش يطيب هكا كيف شوية من الماء و بالنسبة لي الملتعزيريات كما راح كتشوفو انا كملنا منهم و حطيناهم هانيا باش ينشفو كامل و بيان سورهم اخرجوا يعني يتبريوا اكو تشوفو فيهم يعني اهنا يا دركة حبيت ندير لاكيش بالسبانيخ بزاف بزاف بنينا اقعد معي باش شوفو هذي الوصفة الحاج اللوله هنيا كما راح كتشوفو عندي نص كاس حليب يكون دافئ عندي هنيا مغارفة صغيرة اه خميرات الخبز بيصنب المغارفة هذيك بتاع الحليب ماشي تاع القهوة يظلا شوفو تكون كبيرة شوي على هذيك تاع القهوة و راح نزيدو هنيا مغارفة كبيرة تاع الخل هكا كباش الخميرات تعنا راح تتفاعل بسرعة و الى عندكم الخل الابيض دير الخل الابيض هذيك هو الملح دورك هنيا راح نخلطو هذي المقادر تتفاصو بزاف زاف السهلة لاكيش هاديه وتخرج بزاف بنينا تبعو بارك الخطوبات و بعد هنيا راح نزيدو نوس كاس زيت النباتي و راح نزيدو شوية بشوية و احنا يدينا راح نخلطو راح يقعد هيكي يخلط كما راكو تشوفو هنيا راح نزيد شوية بشوية و يدينا يقعد يخلط بالفوي راكو تشوفو يعني الطريقة لنديرها و بعدها راح نزيدو نص مغير فاهم الملح هاكي للدخل و سيبوهنا يا انا كميلنا المقادر مازال بارك اه مازال بارك الفاينة بالنسبة الفاينة نخياتي احنا وايلكم لا تكشتر تحتها في الاخر اذا كنت احبا كنت سولى متفاعد خمال البات اللاكيش سهر مريح مريح دقيقة كان اسيت خدمتت يعنا استفاداش كيت الحاجة تمزعات سعيغة نفس الكاس غفكي سعيغة نفس الكاس الزيت ثانجيثة ثمشطوح ثانطونيا ثانجيثة نفس ثانجيثة من الملح او ثانجيثة من قرانة ان الخل في باقي كان ام بعد قوانغلو اسنع نوع الفاينة الثنة او ثانجيثة من اللاكيك يسمى كالكيك اتفاق شغول الثحور عقلت تسخلص راكو شوفتوا يعني اللاكيك شغول الخروجة خرجت يعني سهلة باش تديري بيها باش تحليها وكل شي دايكيث وعلا الجهاني لانتيح ليه ان اكون دي ما اختخدم الجواز سفي ما تخدم الله كيش و تخدم الله كيش واحدة سيجة قدر نغر حاجة يعني نزمتها مشى البلاد ان كنا نتخلص البلاد شغل البلاد ما تخدم لكن شغل يجرق تخدم فيه كل تغطى يختصر به به فممفية السورة في واقع في نينس يجرق تغضى سنة خمرة سنة سينو ام يخصر كما قلت لكم خياتي بنسبة للسلق شغل لازم انها اللي شيته لازم طيبة على خطى يتخصر به به مالقي راح تخبيهم ملاح وكل شي مبصر راح يتخصر صفي قولنا راح راح نديروا هكا نديروا لاكيش وزيدوا تانيك هادا الجواز هادا الجواز راح نديروا بهذا العقود تعسل وشفتوا يعني كيفاش قطعتوا قطعتوا كيما تقطع الخاشف ومبعد دارتوا داخل الماباشي طيب وبنسبة للملح مدارناش للداخل على خطر تيجى السلق يطلق شوية من الملح ومبعد هنا يعني وجدنا في الجواز تانا دارت لبصل حبت على لبصل ينصر بعد ما راحاتها وتزيدنا تانيك في البطاطا رانا قطعناها شولي فريت ومبعد بنسبة لتوابل راح تدير شوية من الملح في الفل عكي في الفل كحل وشية من راس الحنود وتانيك الزيت النباتي هذا ما كان ومبعد راح نحطهم هكا كيباش يتقلوا يعني نخلي البصل تعنا يتقلها ونخلي تانيك البطاطا تعنا تتقلها بالتأكيد بالتأكيد والتعافي في الفل عميز فريتو حيثي نحن في التى الأخير هو في البطاطا اتقل هذا الغول في الوقت كانوا نضيتهم في الفل عميزة جاهزة اخلاء في الفل عميزة ونحن توجد تشير افكال هذه التى اللقاء اما اشترك بالنسبةре ثلاثة اشترك في البشر مثلا اشترك في البشر اشترك في البشر ثلاثة اشترك في البشر اهلا يا حبيبتي قلت لكم راح نعطي لكم يعني طريقة رهيبة دائمة كيفاش تقشر في الثوم راكم شوفتوا يعني شدت هكا بصلة على الثوم ومبعد قسمتها يعني قسمتها كامل شغل نحا تكمل حباتها دوك ثم ودرتهم داخل باللارة هذي تعز الجاج لازم تكون باللارة هكا شغل قوية فهمتها كيفاش ومبعد دارت كامل هذوك الحبات وراح تهزه راح تدارتهم داخل وراح تهزه هم هكا كيك بالقرعة هذي تهزه مليح وراكم تشوفوا يعني كيفاش نحات الثومة مقشرة الله الله لطفاة ثومة تتعبوش كامل اروحكم كيتقشروا للثوم بالموس ولا بيديكم والاظافية بتاعكم يعني هذي طريقة بزف زف مليحة اهنا بعدما نحات هذو كله ولين يتقشروا ينصروا قاعدوا هكا شوية ما تقشروش على خطر شغل كديروا هكا كامية بزف زف هكا كين حبات يتقشروا كين حبات لا ينصروا راح يقاعدوا برك شوية هذي ما كين راهي اداتهم المرة الثانية للداخل دركا راح تنحنوا وتشوفوا كيفاش تقشروا واحدهم تصو هذي الطريقة بزف بزف مليحة نقول لكم تجربوها وردوا لي بالاخبار في الكومنت يا سيم ستيح ذي سيم ستيح ذي خم إنما فيه دا يمثيس الخطر اضغافوا يا ايجين ايه دركا اهنا يا اراني وليت لسلق تاهي راح نحيه من الكوكوطة هذي قدو لكم ديرتبرك هكا كمية من الماقس يطاطا السلق دركا راح نحيه هكا فوق هاد الصفايا باش يتقطر كامل ولا فوق الكس كاس ليسونسيال خليوه يعني في بلاسة هكا باش يتقطر في ما تفي بلاسة في حاجة باش يتقطر فلا بهذا الشكل كما راكو تشوفو دركا راح نرفض دي اكتمو هاد الكوكوطة وبنسبة للجواس تعيما اهنا يا راهي جابت الخليع كما راكو تشوفو اه خباته في الكونجيلاتور دركا راهي زادت في الخليع لداخل الجواس تها دركا راح تكمل هكا بهذا الطريقة يعني باش تقلي البطاطا مع ليزي بيس وكل شي مع الخليع هاتك وراح تزيد ثاني كفي الطماطش قيس هكا كزوجو حبات يكون متوسطين في الحاج ما راح تلحيوهم وراح تزيدهم للداخل وبنسبة للابات سيبون وراح تزيدهم للداخل وبنسبة للابات سيبون راني خليتها ترتح راني وليت يعني الحاجة اللي راح نزيدها بعد ذلك اللي راح تزيد افلاء الآن يشفى مستحيل الآن يجب أن تزيد شخص يا مستحيل انا درح يبلغ ثلاثة حبات متوسطة من البصل اقطعتهم شلائح وبعده هنا يزد فلفل كحل وتانيك شوية من الملح وهنا يزد جزت طيب وتانيك شوية من الزيت زيت النباتي راح نخلي البصل تانيه باش يذوب كامل يما الجوة استحاره هي ملقاته بماء سخن وبعد دركة راح تغطيه وهنا يزادت شوية من الجنبو باش يعطي يعطي هكا بنا في المكلة تانيه وبالنسبة للبصل تانيه راح نخليه يذوب تماما حتى تولي لك اللي يرتحوا كرامل وبعده راح نولي له وبعده هنا كما راكو تشوفو راح نولينا للجواز تانيه بانسور راح نزيد شوية من الثوم اللي راح نرحيوه وبعده راح نزيدوه للداخل وبعده راح نخليو المكلة تانيه هكا هكا كقرب الطب باش نزيدو العنقود هادك تاع السلق اهنا يا راني وليت الابصل بعدما قلت لكم بعدما يتقلى راح نزيدوه في السلق هكا للداخل و راح نسي نفتو كامل ونحلو هكا بهذا الطريقة ونخليه كيف كيف يتحمس شوية يتحمس شوية ولا يتقلى شوية هكا اه شغل باش يرفض كامل البرناة هادي كتاع البصل تفاصلوا هاد الوصف اخي هدي بزف بزف بنينة جربوها وردوا لي بالخبار تفاصلوا مازال وصفت راح تشوفوها معي في هذا الفيديو اه صفي قاعدوا معي حتى الاخر ما تنسوني شبارك دينيوا لايك قلت لكم باللي يما لو كان منعسهاش والله العظيم غير مرحش نصور اي مرحلة في الجوز تحا دروك ههنا يا راهي زادت في العنقود هادك تاح السلق قلت لكم قطعته كيما اه الخرشف اه ودركة راهي دارتو للداخل بينسوا قبل مطب البطاطا هكا كيك باش مام هاد هاد السلق راح يرفض يعني راح يرفض كامل راح يرفض كامل راح تاع راح تاع كيفش يسموه تاع ومم بعد ههنا ياراني وليت لابا تاعنا دركة راح نسي ينحلها كامل هكا بهاد شكل كما راح كو تشوفوه اه تتفاصوا اه مم العجينة هاد بزف بزف بنينة ومليحة تانيك ونجحة اه اه دركة اهنا يا حبيت يعني نوجدها ونديرها داخل داخل سوف نجدهم هنا نقطة أحبت نوضحها ونقولها كين البنت يحبون يديروا لابات قبل يديروا الحشو يديروا الحشو ويعودوا يديروها في الفور سورته يكون الحشو عنده سوائل في الداخل سوف يجب لابات تديروها تنشف في الداخل الفور إذا كان الحشوية هذه الفوائل ليس لديها كثيرا سوف نضحها تنشف بالموقع لابات لابات هذا الخطأ لديه سوائل سوف تنشفو تنشف ذلك ثانيا الآن فوق الابات في الفرشيطة لكن كنت أدعى أن البطاة لا تتسابين وكما تدخل الفوت وكما أردت وكما أردت التفرسيطة وكما أردت في صفحة يتساعد وكما أردت وكما أردت وكما أردت وكما أردت فرشيطة وكما أردت ثم يتساعد ثم يشترى وهذا يمكننا التخير كلمة الطازجة كم الشيطان يمكننا التخير كلمة الطازجة كلمة الطازجة خلال يا اینها مالقي مارسات ثلاثة انا ادفعوا یا انا بخبط همارسات وبدا ان اصدروا انا جميل انا أستطيع ان نضرب قليلا و فنها�ات لدينا الواق الواقصة استخدمت كل ما في سرع فدريت أن تتخدم الجميل ايضا قمت ببعض S�ible هنديد كنية كما بقيت لكم نذاه نعرف لكم لديه ملحان كنت اصدروا المعرفة نديرها شحي من خطار في الأطباق هنا الحاج الأولى كما راكوا تشوفوا يعني شدوا الكيلة اللي حبيتوها أنتوما أنا درت كاس حليب وزوج كيسان الزيت النباتي وزيدو شوية ثانيك مل ملح شوية بارك ومبعد راح نضربوها هكا بالميكسور كما راكوا تشوفو شغول تديرو هذك الميكسور تقعدو شوية هكا بيه وبعد ترفضوه اهنا يا دركاء راح يبدأ التثقل وراكوا تشوفوا يعني في لكا نفرجتها كيفاش خرجت تفاصل كي تديروها في كيفاش يسمو هذك شغول هذك شغول ميكسور كي تديروها في الميكسور راح تخد مليح بارا بول كي تديروها بالبارا ميكسور اهنا انا يديما يعني نزيد هكا في شوية من الفرماج كما راكوا تشوفو في الموصف تاع الفرماج باش تحطيب بنا فيها انا نحب هكا يعني كين لي زيدوها كين لي ما زيدوها شانيا نزيد شوية راكوا شوفو راح نكمل هكا بالبراميكسور دوك راح تشوفو الاختلاف راح يكون كين ديرها بالبراميكسور كين ديرها بلا برا ميكسور دوك شغول بالميكسور بارك دوك راح تشوفو شون الاختلاف انا انا من المدينة و انتهى من استخدامه انا حتى ضربة لكم كين ديرها بالميكسور على خطر جربتهم في زج هكا على خطرها على خطر درت كمية بس كنية استخدمها و بعد درت كمية مبصح لازم استخدمها سواء غدوة ولا غدوة هكا باش شوفوا دركة كين ديرها بالمكسور احنا يا جامي زيت في الفرماجة شوفوا كيفاش خرجت دركة راح انخبيهم هكا كيف كيف داخل هاد البواطن راح ندير لهم السيلوفان بعدها راح ندير المغطا قلت لكم هاد الفرماجة لازم استخدمها سواء غدوة ولا مور غدوة لخطر سينو الحليب راح يتخسر وبعد دي جامع من البنة التحاريح تروح سورتو كين حوطها في الفروجي ديها اهنا يا دركة بالنسبة للحشو خياتي قلت لكم عندي شوية سواء الستيبورصة درت اللبات هذيك باش تنشف شوية داخل الفرم دركة هنا يا عندي ثلاثة حبات تعالبيض يعني على حسب الكمية اللي درتوها مليكيش عندي ثانيك ثلاثة مغارف الى ربعة مغارف كرين فرش كما راكو تشوفو درت شوية فلفل الكحل و شوية من جسط الطيب و شوية من الفرماج هكا بهذا الشكل بعدها راح نخلطه كل شيء تفاصل الملح انا ما حبيتش نزيد على خطر ديجا السلقة عنده شوية من ملح هكا يطلق شوية من ملح وتانيك كين هذي الكرين فرش هذي درت لها الملح دركة راح نجيب السلقة هذيك اللي قليته معه البصل كما راهيبا لكم راح نحطه داخل هذي اللي خالي طاح البيض و كاين فرش و كل شيء راح نخلطهم هكا دركة كامل ثلاثة حلائي ذاكيت توريمث بوغد بوغد سرقني اريق تد دانتا لا كاين فرش نكو تملارين هلا ثلاثة اقيني ذاين اصخرضة كل شيء اقري بوغد توراغ لباتاكيني نحو تد استعمس شطوح اتكاو شوية هلا أستعمس ذاكيني اقري بوغد توراغ لفرسنية لداخل هسا نقش الطوح و فرماج سوفلا الفرماج نكون ستفين على ميطود يعني خماتي دي جايز هونت مياتي داعوذا ايوكنا ديفسي خاسي جهة المجح و فرماج نديفسي سلو ميطود كني اتفاع مثيد كان اتوريمث بوغد المهم هنا يا اخياتي كما قلت لكم راني دار دركة الحشو هذك داخل اللي كشتانة راح نزيد دركة الفرماج هكا من فوق قلت لكم راح نوالكم دركة طريقة اللي تديروها يعني شاركتها معكم دي جاي باش الفرماج تاعكم راح يذوب مالقري شغول ماتي كالتي مليحامي بصح راح يذوب هادي هي الطريقة راح تحطوا سوا بابيو كويسون ولا هكا الاليمنيون من فوق وراكوا تشوفوا الفرماج تاعي كيف شدب دي جاي قلت لكم دي ما نلقى يعني اه صعوبة باش نلقى هكا فرماج مليح و يذوب و كل شي هذي طريقة مليحة بزاف شغول باش يذوب هكا فوق سوا لي غرطان سوا لي كيش سوا البيتزا تاعيك افوالا دوك اهنا كما راكوا تشوفوا اه هذا هو الجواز تاعنا من دي جاي كله و من نوع كله من خويا ساليم و تاني كميم اختي ياسمين ما زال باركي يما صع في دي جارة هو خلطه كامل ميبو معليش اه دوك راح نوالكم فلاكيش تاعنا تواتي حالي توريم فلاكيشني امشي تفا ان شاء الله هاد حصون اتسيم فكلي و ستقيني ان شاء الله هكو انتداج ان شاء الله هكو ان شاء الله اي درمس الاخبار لاغن تخطر و يتسلم ثاس الاخبار للي كومنتر لان تداد شي قاني استقرام بصحتهم و كله مي و اني يسعنا لغة دي استقرامي سايد اخذهم ذا قدي للي كومنتر ثورا لكي ستكوبيعوك كسو الامس ستكوبيعوك لاكيشني ناكي كيني اه لتريانج و هدا هو الفطور تاعنا خياتي ان شاء الله عجبكم خليوا لي جام و تانيك الكومنتر اللي راح يشجعني اكليكو انتداني على تحرييه اي جاكو انتداني اغذي لامان ذي تلويث على فيديونا ان شاء الله يجب انتداج ومسيد جام اكوي كومنتر اي دوكو راجين باي باي مع السلامة